نسر كيندور كاليفورنيا هو نسر من نسور العالم الجديد واكبر طائر قادر على الطيران في اقارة امريكا الشمالية وكان يوجد هذا النسر العملاق فيما مضى في سائر جبال اواسط كاليفورنيا وجنوبها لكن اليوم لم يبقوا منه سوى 150 طائر فحسب ويعيش معظمها في الاسر وهناك برنامج قيد التنفيذ لتكاثر نسور الكندور الاسيرة واطلاق صغارها في البرية هذا الطائر طائر قمام يتغذى على كمية كبيرة من الجيوفريشه اسود لونا تتخلله خطوط بيضاء على الجانب السفلي من الجناحين اما الرأس فهو اصلع ويتراوح لون جلده من الرمادي عند الطيور اليفعة الى الاصفر والبرتقالي الفاقع عند البالغة يجعل باع جناحيه العملاق والبالغ ثلاثة امتر من ابخم طيور امريكا الشمالية على الاطلاق واما وزنه البالغ 12 كيلو جرام يعادل تقريبا كما انه يعد واحدا من اكثر الطيور تعميرا اذ قد يصل عمره الى 60 سنة تطلب فراخ الكندور الكاليفورني ما بين 5 و 6 سنوات حتى تكتسي بريش البالغ الملون فتبدأ حياتها بريش كامد يتحول الى ريش ملون بعد كل طرح سنوي تنضج هذه بصورة بطيئة للغاية كما ان معدل تفريخها بطئ جدا فلا تتناسل الا بعد بلوغها عامها السادس والانثى تضع بيضة واحدة فقط كل سنتين غير انها تضع اخرى ان ازيلت الاولى وان ازيلت هذه ايضا تضع ثالثة وقد تنبه العلماء لهذه الخاصية فاسغلوها حتى يكثروا الطيور الاسيرة انحدرت اعداد كندور كاليفورنيا بشكل هائل خلال القرن العشرين نتيجة لعدة اسباب ابرزها الصيد غير القانوني والتسمم بالرصاص وتدمير بيوئته الطبيعية الا ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية نجحت في اسر جميع الافراد اثنتان وعشرون الباقية منه في البرية سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانون واعيد اكثارها في حديقة حيوان ساندييغو ولوس انجلوس عادت اعداد الطائر الى الارتفاع بعد اعادة اكثاره في الاسر واعيد استقدامه الى البرية للمرة الاولى في سنة الف وتسعمائة وواحد وتسعون حيث اطلق سراح عشرات الطيور في بضعة مواقع الغير بالولايات المتحدة لكن مع ذلك لا زال كندور كاليفورنيا واحدا من اندر انواع الطيور في العالم ففي شهر ديسمبر من سنة الفان واحدى عشر لم يكن يوجد منه سوى ثلاثمائة وتسعون طائر منهم مئتان وعشر في البرية ثم ازداد العدد قليلا بحلول شهر مايو من سنة الفان واثنتا عشر ليبلغ اربعمائة وخمسة طيور منها مئتان وستة وعشرون في البرية لدى كندور كاليفورنيا اهمية كبيرة في ثقافة الامريكيين الاصليين وله دور مهم في الكثير من اساطرهم القديمة وفي الختام سماع صوت الطائر مع تحيات قناة طيور ترجمة نانسي قنقر